تقيم فكر كيف تصوب الأفكار التالية شخص لا يبر والديه ولا يحترمهما وهو قارئ للقرآن يعني هو يقرأ القرآن ويقرأ قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولكن هو لا يحترم والده ما هذا الفعل يا سدرة شخص يقرأ القرآن الكريم ويعلم ما أنزل به ثم لا يحترم أبويه نعم استعز فعل خاطئ لا يجوز لأنه احترام الوالدين من بر الوالدين من بر الرحمة لأن بر الوالدين يعني هو مريض الله عز وجل فقال تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا طيب شخص يضرب زوجته ويهينها وهو قارئ لكتاب الله عز وجل أسمى استاذ فعل خاطئ لأن القرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق أحسن تبارك الله بك إذن الضرب يعني الإهانة وضرب الزوجة يعني من أسوأ الأعادات والتصرفات التي لا تمت للإسلام بصلة ولا تمت للأخلاق بصلة فبالتالي هذا الرجل عليه أن يتذكر أن الله عز وجل أمره بأن يعامل زوجته بالمعروف قال تعالى وعاشرهن بالمعروف أي بالكلام الحسن وبالملاطفة وبعدم الإهانة وعدم يعني إذلال تلك المرأة فلها حقها ولها قيمتها ولها مكانتها فهي أم أولاده الآن ما هو أثر القرآن الكريم في الحضارة الإنسانية هل للقرآن الكريم أثر في الحضارة الإنسانية سأذكر الآن أثر القرآن الكريم في الحضارة الإنسانية أسس القرآن الكريم أو أسس القرآن الكريم عفوا أسس القرآن الكريم بمقاصده وأحكامه أسس لحضارة إنسانية فاضلة يعني الإسلام خطط لكي يكون لدينا أمة كاملة متكاملة ليس فيها ظلم فيأخذ كل إنسان حقه والجميع يقوم بواجبه فيرقى بهذه الأمة إلى أعلى رأس هرم الأمم فبالتالي أسس بمقاصده وأحكامه حضارة إنسانية فاضلة ما زال يعني مدها الحضار شاهدا عليها إلى أيامنا هذه ولا تنكر إسهامات العرب والمسلمين الذين تربوا في مدرسة القرآن في جميع المجالات كالطب والعلوم واللغة والعمارة والاجتماعية كالأخلاق والتربية والثقافة وغيرها في كل المجالات إذن فالإسلام أثر ودخل في كل المجالات فحتى على العلم وحتى على الأخلاق الحسنة وحتى على التطور والازدهار ولذلك إن معظم علماء المسلمين كانوا أولا علماء في الدين والشرع وبنفس الوقت ملكوا علوم الدنيا كعلوم الطب وعلوم اللغة والعمارة وكذلك برعوا في الأخلاق وفي التربية والثقافة فكل ذلك كان مرجعهم إلى الله عز وجل وإلا القرآن الكريم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة إذن فالكتاب والقرآن الكريم هو أساس الحضارة وهو أساس بناء الحضارة ومن يرجع إلى كتاب الله عز وجل حاشا لله وذله وحاشا لتلك الأمة إلا أن تكون في رأسه الأمام كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فلو أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر لبلغنا أوج الحضارة وبلغنا ذروة الحضارة ولارتقينا رأس الهرم بين الأمام نذكر بعض إسامات العرب والمسلمين في مجالات الطب والعمرة نجد أن الكثير من في الأندلوس الآن الأبنية والقصور العظيمة التي بنيت في العصر الأموي والعصر العباسي كذلك في بغداد وفي دمشق وفي غيرها وفي دول الإسلامية وكذلك إسامات العرب في الطب كابن سينا وغيرهم أسهموا في شتى العلوم الدنيوية وغيرهم الآن سنعدد أفضال أو فضائل القرآن الكريم ما هي فضائل القرآن الكريم؟ فضل القرآن الكريم القرآن الكريم آخر الكتب السماوية وأفضلها أنزله الله تعالى على خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذن القرآن آخر كتاب وأفضل كتاب والقرآن الكريم هو شفاء لقلوب المؤمنين من الشك والشرك والنفاق وهو غذاء للعقول بالعلم والحكمة والإيمان وكذلك القرآن الكريم يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة لأن الله تعالى جعل تلاوته والعمل به من أجل العبادات وأعظم القربات إلا الله سبحانه وتعالى إذن فضل القرآن الكريم هو آخر الكتب وأفضلها وهو شفاء لقلوب المؤمنين وهو غذاء للعقول وهو أيضا يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة إذن ما هي فضائل القرآن الكريم يا رنى؟ حضر القرآن الكريم القرآن الكريم آخر الكتب السماوي وأفضلها أنزله الله تعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام القرآن الكريم شفاء للقلوب المؤمنين من الشك والشرك والنفاق وغذاء لعقولهم بالعلم والحكمة والإيمان القرآن الكريم يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة لأن الله تعالى جعل تلاوته والعمل به من أجمل العبادات وأعظم القربات إليه صبح أنا هو تعالى أحسن تبارك الله بك أيضا من يشارك معنا تفضل محمد الشيخ هل أنت معنا؟ نور فضل القرآن الكريم القرآن الكريم آخر الكتاب السماوي وأفضلها أنزله الله تعالى على خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام القرآن الكريم شفاء للقلوب المؤمنين من الشك والشرك والنفاق وغذاء لعقولهم بالعلم والحكمة والإيمان القرآن الكريم يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه القرآن الكريم يأتي شفيعا لأصحاب يوم القيامة لأن الله تعالى جعل تلواته والعمل به من أجل العبادات من أجل العبادات من أجل العبادات وأعظم القربات إليه سبحانه أحسنتم بارك الله بكم هذا فضل القرآن الكريم بعد أن تحدثنا أيضا عن أثر القرآن الكريم في الحضارة وكيف أثر في مختلف أنواع العلوم وكيف رقى بهذه الأمة إلى أعلى مصافي الأمم شكرا للمشاهدة